ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وذلك في مكتب سموهي بقصر الودي وفي مستهل الاجتماع رحب سمو الشيخ خالد بن حمد بالأعضاء مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة السابقة مؤكدا سموه أن الفترة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود بهدف المواصلة في تحقيق المزيد من المنجزات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية بالمملكة بعدها بحث سموه مع العضاء المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع والتي ترتكز على الاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والمشاريع التنظيمية التي تسهم في تقدم مستوى وجودة الأداء وتدفع لمزيد من التطوير في الجهات الرياضية وفي ختام الاجتماع وجه سمو الشيخ خالد بن حمد وزير شؤون الشباب والرياضة ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة لعقد اجتماعا مع وزارة التربية والتعليم للاستفادة من المنشآت الرياضية المدرسية ما بعد الدوام المدرسي بهدف تحقيق التكامل بالمنشآت لخدمة تطوير الرياضة البحرينية وقد خلص الاجتماع إلى أولا البدء بقبول طلبات الأندية للتحول إلى شركات ثانيا تحديد تصنيف للمدربين والأكاديميات والصلاة الرياضية ثالثا وجه سموه بوضع نظام طبي واعتماد البرنامج الوطني لفحص جميع الرياضيين رابعا اعتماد مجموعة من الضوابط لضمان عدم تكرار وعودة الديون والالتزامات المالية للعاملين بالرياضة خامسا تحديد لوحة تحكم شاملة لمتابعة عمل وانجازات الهيئة سادسا وجه سموه لإعداد البرامج التنفيذية لمشروع الطاقة الشمسية في الأندية الوطنية سابعا حدد المجلس الشهر أكتوبر المقبل موعدا مقترحا لعقد قمة الاستثمار الرياضي اشتركوا في القناة